مسلسل الاغتيالات السياسية قد يؤجج الصراع ويدفع نحو المزيد من دوائر الانتقام التي لا تنتهي اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية زاد من وطيرة تحذرات من نشوب صراع إقليمية وتولت ردود الفعل الدولية عقب عملية الاغتيال الإمارات عبرت عن قلقها العميق بعد التصعيد في الشرق الأوسط وأدانت قطر اغتيال هنية محذرة من أن ذلك قد يؤدي لتصعيد خطير كما أدنت بصر تنفيذ الاغتيالات السياسية وانتهاك سيادة الدول وأدن الأردن بشدة عملية اغتيال هنية في طهران واعتبر أنها جريمة تصعيدية ستزيد التوتر والفوضى في منطقة الشرق الأوسط من جانبه اعتبر العراق اغتيال هنية تهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة وانتهاكا للقانون الدولي ونددت دماشق بمقتل هنية محذرة من أن استهتار إسرائيل بالقوانين الدولية قد يقود إلى اشتعال المنطقة برمتها عالميا حذرت كل من روسيا والصين من مغبة الحادث كما أعلنت تركي أن الهجوم يهدف إلى مد نطق الحرب من غزة إلى المستوى الإقليمي وعلقت الخارجية الألمانية على مقتل هنية بالقول إن منطقة الانتقام ليس المسار السليم في الشرق الأوسط وعلى صعيد المنظمات الدولية أدانت الجامعة العربية اغتيال هنية وأكد أمينها العام أن الهجوم سيدفع المنطقة نحو المزيد من العنف وأعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن هجومي بيروت وطهران تصعيد خطيرة فيما تم الأعلان عن جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بعد عملية اغتيال إسماعيل هنية